الثورة، الثورة، الوحدة، الوحدة، تعيش اليمنيين الثوابت الوطنية والقيم الجمهورية هي وحدها ما ينشأ عليه الطلاب هنا في محافظة مأرب التي بدأت مؤسساتها تستعد عافيتها من آثار الحرب مشهد كهذا اعتاد عليه اليمنيون في مدارسهم إلا أن الميليشيا الحوثي وجهة نظر مغايرة فهي ومنذ نشأتها عمدت إلى إعداد مناهج فكرية وثقافية مبنية على أسس طائفية تسعى من خلالها إلى تغذية عقول أتباعها بأفكار متطرفة محافظة صعدة كانت أول محطة دشنت فيها الميليشيا مشروع مناهجها المستندة على محاضرات مؤسسها والتي سميت بالملازم وباتت أقواله مصدرا فكريا مقدسا ووحيدا بالنسبة لأبناء المحافظة أسقطت الميليشيا الدولة وتوسع نطاق سيطرتها ومعه زادت حاجتها لعدد أكبر من الأنصار والمقاتلين فلجأت إلى التعبئة مستخدمة ذات المناهج التي سعت لنشرها بشكل أكبر مستهدفة صغار السن تعين يحيى بدر الدين الحوثي وزيرا لتربيةه والتعليم كانت آخر خطوة أقدمت عليها الميليشيا والذي قام بدوره بإطلاف كتب الدراسات الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي وسحب النسخ الموجودة في المدارس بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم لتصبح المدارس أقصر الطرق إلى المتارس سيد يا مولاي عبد الملد بدر الدين الحوثي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة